تمضي فعاليات التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد والذي يعقد حاليا في مملكة البحرين بوتيرة منضبطة ووفق الأهداف للخطط الموضوعة مسبقا في هذا الإطار توالي كافة الفرق أعمالها في مجال تنفيذ الفرضيات الأمنية المطروحة كما تتابع الفرق المساندة أداء الواجبات المنطة بها دعما وإسنادا لعمليات تمرين أمن الخليج العربي واحد يشارك سطول من طائرات الشرطة من دول مجلس التعاون لتنفيذ عدد من المهام التي تتطلبها مقتضيات العمل الميداني فبالإضافة للدور الرئيس للطائرات العمودية والمتمثل في دعم وإسناد القوات التي تعمل على الأرض في إطار تنفيذ الفرضيات الموضوعة مسبقا تقوم الطائرات بالاستطلاع العملياتي المتقدم ونقل عناصر قوة الاقتحام وإنزال القوات الخاصة فوق المباني بواسطة الحبال طبعا أهم شيء أنها تكون مشتركة طبعا فيها عدة فرضيات للقوات الأرضية ولكن الحمد لله الأهم في هذه الفرضيات كلها هي الفرضية المشتركة كونه دولة المجلس التعاون في تمارين مشتركة موحدة الحقيقة طيران الأمن شارك بعدد من الطائرات ونفذ عدد من الفرضيات منها الاستطلاع والإنزال بالحبال والدعم بطائرات الرماية التفاهم بين الجهات التغنية بين دول مجلس التعاون جميع المختصين في طيران الشرطة مثل الكويت السعودية الإمارات غطر أعمان كلهم يعني ما وجدنا أي صعوبة في التفاهم كأننا نتبع بروسيجر واحد الطيارين المتواجدين طيارين عملياتية ذو احتراف عالي في خبرتهم الملاحية المفهوم من التمرين هو توحيد المفاهيم بين طيارين دول خليج حتى تكون قوة إسداد جوي واحد يمتلك طيران الشرطة عدد من الضباط الطيارين والأفراد من الأطقم الجوية المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا لتنفيذ مثل هذا النوع من المهام فالتمرين الأملي المشترك فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة بين الأشقاء ترجمة نانسي قنقر